الآن الجيل اللي كنا وكانوا يحكوا جيل البوبجي وجيل البلاي ستيشن هو الآن من أقوى الأجيال فالخسارة الكبيرة على العدو صهيوني يعني خلينا بداية نحكي النقطة الرئيسية اللي نتحدث فيها اليوم بما يخص تربية أولادنا جميل شوفوا الموضوع مهم جداً فلسطين وأبناؤنا لأنه أنا بأعتبر أول معركة خسرها العدو وإن شاء الله الخسارات متتالية هي خسارة مراهنته الصبية منار حكت منار حكت وهذا قول قديم للأعداء الصهاينة الكبار سيموتون والصغار سينسون وهذه مراهنة أساسية لاستمرار ما يسمى بالدولة الصهاينة الآن الجيل اللي كنا وكانوا يحكوا جيل البوبجي وجيل البلاي ستيشن هو الآن من أقوى الأجيال فالخسارة الكبيرة على العدو صهيوني أنه الجيل الجديد صغاراً ويافعين وعيين للقضية وعم بيسألوا على القضية وعم بيشتغلوا في القضية أكثر حتى من جيلنا ففعلياً منهني أنفسنا بشبابنا وصبايانا بفلسطين وبالداخل وبالخارج وفي كل مكان وتربيتهم طلعت أصيلة الحمد لله وتربيتنا اللي طلعت أصيلة وهنا أنا حاب أحكي على موضوع الأول خطير جداً اللي هو في بعض الممارسات منا إحنا الآباء والأمهات اتجاه أبنائنا لنقل خارج فلسطين في الأردن في البطن العربي في العرب اللي بعيش في المغترب في ممارسات خطيرة بدي أذكر فيها لأنه هي ما بتقرب أولادنا لفلسطين هي بتمعد حب فلسطين عن قلوب أولادنا وبناتنا منها وعلى رأسها المقارنة وأنا بشوف على صفحتي الناس بتفاعل ياريت تسيروا زيهم يا أولادنا الأمهات وتلعب ولك سير زي الشهيد اللي فلاني هاي المقارنة ما بين أولادنا وبناتنا وما بين شباب وصبايا فلسطين مكروها غير جاذبة يا أولادنا وبناتنا بتخلي أنه أنا أبوي ما بحبني لأنني مش زي فلسطين أصلاً مش فلسطين هاي المقارنة خطيرة ممنوعة الأمر الثاني فيه مبالغة عند بعض الأهل في متابعة أخبار فلسطين وبنسوا واجباتهم بيتية وأنا بحكي على شيئ دقيقة بسمعها حتى من الشباب والصبايا 24 ساعة الأخبار لا بقعد ولا بأكل بأكل لحالهم بيهتمش أي حدا بحكي بصرخ عليه بدي أسمع فلسطين اسكتوا لا خلي فيه اهتمام بفلسطين زائد اهتمام بأسرنا أو بأسرتنا بشكل كبير فيه نوع ثالث خطير اللي هو النوع اللي ما بيهتم أبداً بالقضية ولا بتعني شيء مع أنه العالم كله أغلب ممثلين هوليوود هلا عم بيهتموا بالقضية لأنها عادلة وإنسانية فالأباء والأمهات المستقلين من الاهتمام بقضية فلسطين هذا برضو من النماذج الخطيرة صراحة في تربية أولادنا على حبهم لقضيتهم الحق فلسطين نعم الحقيقة يعني دكتور هذه شغلة كتير مهمة نحكي فيها أنه في أهالي وإحنا شاهدناهم من خلال الأشخاص اللي حولينا بدونش بخايفين أولادهم يصيروا متورتين بقصة فلسطين عشان بدهمش يأثر على مستقبلهم ولا يأثر على الجامعة اللي بدون يروحوا عليها واللي يأثر أنه الناس ما تقبل السي في تبعهم لأنه هن بنزلوا على المظاهرات هذه اليوم عم نشوفها عم تتغير ولكن كيف بدنا نغير هؤلاء الأهالي المازالوا عايشين بخوف واللي بهذا الخوف الرعب عم بورثوه لأولادهم فبصير فيه جبن بالتعامل مع الحق صحيح وهذا موضوع مهم وأنا دائما بحكيها التربية بالخوف أو التربية المنطلقها الرعب على المستقبل هذه ليس التربية ولا تنتج أبدا إنسان ناجح وهون لازم نذكر الأهل بأنه إحنا في عنا مبادئ في عنا مثلا الشجاعة مقابل الجبن إذا سألت أي ولي أمر أو أي إنسان أو أي أب أو أي أم أنت حاب أولادك يطلعوا شجعان أم جبنة حيقول لك طبعا شجعان بالفطرة البشرية بنحب الشجاعة فهم يقولون أنه هذا السلوك سلوك جبان أنت بتطلع أولادك في غاية الجبن لكن حقيقة نسبتهم غادة هدول أنا كنت أشوفهم مثلا في السنوات الماضية إنه لا أبعد بتروحش الآن في مجموعة منهم والحمد لله إحنا مظاهراتنا وحركاتنا كلها سلمية في الأردن صاروا يطلعهم وأبنائهم على أماكن مختلفة وعلى السفارة وغيرها عشان يعبروا عن رأيهم وأنه فلسطين قضيت حق بطريقة سلمية فبحكي لهم أنه لا رب أولادكو على الشجاعة أولى من الجبن لأنه الجبان ترى من أكثر الناس خسارة في الحياة في الحياة يعني مثال البزنس كلما كإنسان جبان ما بيقدر يغامر وبضيع عليه فرص والبزنس مثلا بده قرار جريء مغامر بده شجاعة فلأ رب أبنائكم على الشجاعة بشكل سليم نعم يعني بدنا نظل نحكي هلأ نحنا بالجيل يعني اللي هلأ هم زي أطفال أو مراهقين اللي لسه نحنا كأهل إلنا سيطرة بطريقة نظرتهم للحياة بشكل عام واحد من أنجح الأساليب بتغيير الرأي العام هو الحوار يعني لقينا كتير ناس كانوا بجهلوا شو القضية الفلسطينية أمريكان وأجانب قدروا يقتنعوا ويشوفوا يعني قدروا يسمحوا لحالهم يشوفوا الصورة الحقيقية فكيف بدنا نربي أولادنا على الحوار يعني عرفت علي الحوار مع الناس اللي وجهت أظرهم مختلفة الآن أنا بدأحي شغلة وشفتها يعني بالاستشارات وبالفيسبوك أعلى نسبة حوار يطلب الأبناء من الآباء والأمهات الآن كل شاب وكل شابة كل طفل عنده سؤال عن فلسطين بيسمعوا الأخبار بابا شو الموضوع؟ شو النكبة؟ طب معقول جدي وستي أكبر من كل ما يسمى بدولة الكيال جدي عمره 75 سنة ودولة الكيال عمرها يا دوب آخر 60؟ آه طب شو اللي صار؟ ففي حوار هم أصلاً أولادنا وبناتنا عم بيسألوا والسؤال هو أهم وأول مفتاحنا الحوار الآن إحنا كأباء أمهات بفضل الحوار ما يكون من جانب واحد إحنا بس نجاوبهم إحنا بدنا نحكي معهم بدنا نسمع منهم وأنا أحكي عن إشي صار في بيتي أو أمر بحكي على الهواء مونة بنتي بتقول لي بابا اعترضت بإشي معين مثلاً أنا مش مع أنه بخاف على الستات يطلعوا وكذا فتحاورت أنه إياها وسمعتها وسمعتني بالأخير قلت لها بابا ترى رأيك أنت حرة فيه فبدي يكون فيه مجال للحرية ما نجبر أولادنا ونعاقبهم أو نعصب عليهم أو ننفعل عليهم إذا خالفونا بالرأي في قضية فلسطين خلينا ندور أنا وياك خلينا نحكي مع أمه اللي فلان عم أبوي كذا قالوا شو صار عاشر النكبة وعاشر النكسة وشو صار حكي لنا هون الحوار الفعال بالأنظمة حتى التعليمية أنه الولد أو الطفل أو اليافع بمارس الحوار وأنا وياك نبحث عن المعلومة بترسخ المعلومة وبتخلق إشي كثير مهم عند الجيل هذا الوعي إحنا لما نخاطب أولادنا بالحوار وهنا هون بنبه الأهل فيه ناس بيخاطبوهم بعواطف هاي مطلوبة شوفوا كيف الشهداء والله يعينهم بيوت انهدمت بس فيه حوار أهم من العاطفة اللي هو حوار العقل وهذا يتقن أعداءنا ترى بمعلومات زائفة إحنا معنا المعلومات الحقيقية خلينا نحكي حقائق نحكي وقائع نحكي تاريخ نحكي علم أولادنا بهدول محورين الحكي والحوار العاطفي والحكي والحوار العقلي وهذا أهم والحقائق والتاريخ نعم مثلا راح على جامعة سافر على بلد اتعرف على ناس من جنسيات أخرى هو عنده حقائق يعني فاكتس عنده حقائق تعلمها من أهله تعلم يناقش أهله فيها فرح يقدر يناقش ناس بحقائق وهذا اللي احنا محتاجين يعني هلأ صارت هي الثورة ثورة عقول يعني كيف بتفكر كيف تعرض المشهد اللي بتشوفه كيف بتحكي عن المشهد اللي عم بتشوفه بس أنا ننبيع شغلة كمان خطيرة صغيرة إنه بنسل عنها كثير اللي هو موضوع الأطفال هل الأطفال من أي عمر يبدو أولادنا يشوفه كنت أحكي أنا وغادر عن عن الطفل عن الطفل المبارح طبعا سيئ جدا الطفل المبارح اللي نحط كل صوره على شبكة التواصل الاجتماعي اللي هو مصدوم اللي هو عمره أشهر ومش قادر يفتحه مش قادر يغم بدأ عيونه كل الوقت متفاجئ أنا بعرفه سوري دكتور يازن ولكن هي صورة مؤثرة جدا يعني هذا الطفل إيش عم بيصير معا إيش كيف ممكن نساعده تربويا أهله كيف ممكن نساعده موضوع ترى مهم اللي هو شو بيصير معهم شو أطفال غزة وأطفال القدس وكل فلسطين الموضوع ترى مش بسيط الآن هدول لازم بيقدروا العلاج لكن خلني أحكي وصية مهمة لهم إحنا ما منروح باتجاه المواساة الشديدة للأطفال اللي عم اللي بعيشوا بغزة بوشوفوا الدمار بوشوفوا الرعب يعني أنا ما شفت مشهد بفسر معنى الرعب بدون كلمات زي طفل زي طفل غزة اللي يفاتح عيونه ومش عارف شو عم بيصير توقفت عنده الحياة توقفت اللحظات بعيونه ما بدنا نواسيهم كتير شفنا مثلا صور لأب بحكي طفل اللي فقدت أمها وإخوانها وإخواتها بشتهي شيء زاكي لا إحنا ما منروح لهاي اتجاه كتير منروح باتجاه التصبير أكثر معاني الصبر أكثر بجوز في أخصائي أكثر مني ونحكي بالموضوع لكن إحنا مش مناسب كتير لأولادنا الصغار اللي هي أنا بحكيها من عمر 12 سنة ودون قليلا يكون واضح نعم يشوفوا مشاهد القتل والأشلاء والدماء والشهداء والموتهم بالأكفان مش مناسب لأن أطفالنا تفكيرهم حسي لسه مش تجريدي ما عندهم فكر يقدر يحل يركب يستنتج ووصل لمعلومة زي العمره و13 و14 وزينا إحنا الكبار ممكن يصابوا بالاكتئاب نعم والقلق الليلي ومشاكل خلينا نعطيهم الأمل والتفاؤل لأولادنا الصغار والإكبار ونركز نعم شكرا جزيلا دكتور يزن